نبدأ ساعتنا الأولى من الحرة الليلة من استكمال الجيش الأمريكي بناء الرصيف العائم البحري بساحل قطاع غزة الخميس استعدادا لبدء نقل المساعدات الإنسانية قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه من المتوقع أن تبدأ الشاحنات بتحميل المساعدات الإنسانية من السفن التي ستصل في الأيام المقبلة وأن الأمم المتحدة ستتولى مهمة توزيعها في القطاع فما الخصائص الفنية لهذا الرصيف العائم ما المدة التي سيبقى فيها في الخدمة ما الذي سيغيره على صعيد الوضع الإنساني وما المناطق التي سيبلغها نطاق المساعدات في القطاع بعد الانتهاء من تثبيت الرصيف البحري العائم قبل تشواطئ قطاع غزة بحسب ما أعلن الجيش الأمريكي الخميس تبقى الأنظار موجهة إلى الأفق بانتظار وصول أولى سفن المساعدات لتدشين الرصيف الجديد طلائع سفن المساعدات قد تبدأ بالوصول خلال الأيام المقبلة بحسب ما كشف نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر الذي أشار إلى وجود حوالي 500 طن من المساعدات الإنسانية محملة على سفن جاهزة للتسليم في الأيام المقبلة كوبر الذي أكد أن الجيش الأمريكي لا يعتزم إنزل أي قوة إلى قطاع غزة مع الانتهاء من تشييد الرصيف العائم أكد في المقابل أن حوالي ألف عنصر من البحرية الأمريكية سينخرطون في مهمة تنسيق وصول المساعدات إلى الرصيف بمشاركة الأمم المتحدة وأربع عشرة سفينة أمريكية ومن دول حليفة مشددا على أن مهمة الرصيف تنحصر فقط في توصيل المساعدات دون أن تكون له أي مهمة أخرى كذلك أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن شحنات المساعدات ستبدأ بالدخول إلى الرصيف في الأيام المقبلة وذلك بتنسيق عمليات الحكومة في المناطق وبالتعاون بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي ويأتي هذا الإعلان في وقت أعلنت فيه الوكالة الأمريكية للتنمية أن الأمم المتحدة ستتولى حصرا مهمة توزيع المساعدات بدعم المنظمات الإنسانية بطريقة مستقلة ومحايدة وآمنة وذلك بالرغم مما وصفته بالأوضاع الأمنية المعقدة جدا وفي ظل تدبير متخذة ليست بالكافية ويعوزها المزيد من التنسيق مع الجيش الإسرائيلي بحسب الوكالة والنقاش هذا الموضوع نضمن هنا من ميرلاند ديفيد ديروشا الخبير العسكري والأستاذ في جامعة الدفاع الوطني ومن بيلاجيو في إيطاليا لاري جاربر مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السابق في الضفة الغربية وغزة مرحبا بكم ضيفي الكريمين نبدأ معك سيد ديروش فنيا وعسكريا ما الذي يعني هذا الميناء العائم أو هذه المنصة العائمة ما حدود إمكاناتها نعم هي أفضل من لا شيء ولكن ما لا نتوقعه هو أن يؤدي ذلك إلى توفير كل المساعدات الإنسانية الضرورية بالنسبة لسكان غزة إن ذلك يتطلب فتح كل المعابر البرية ما نراه هنا هو أن يكون هناك تفتيش في قبرص للصفن ثم تأتي إلى الرصيف العائم ثم توفر أو تنقل المساعدات إلى قطاع غزة هذا أفضل من لا شيء مجددا ولكنه ليس حلا على المدى الطويل ولن يلبي الطلب هل في آلية التنسيق سيد غاربر هناك شيء جديد شيء بإمكان إسرائيل أن تتقبله وأيضا بإمكانه أن يجعل نطاق توزيع المساعدات أوسع بالدرجة لا نقول الكافية وإنما بالدرجة التي تبرر وجود كل هذا الجهد من البحرية الأمريكية وبناء من الصعائب نعم أتفق مع المتحدث السابق هي خطوة إيجابية لكن لن تؤدي إلى تلبية حاجات كل الفلسطينيين في غزة مع 200 شاحنة كل يوم الحاجات أكبر من ذلك بكثير فيما يتعلق بالتنسيق أمريكا تنسق مع جيش الدفاع الإسرائيلي ولكن هناك أيضا بعض المشاكل الأمنية المتعلقة بالمنصة أو بالرصيف أمريكا لن تنشر جنود في غزة ولكن سيكون هناك وجود للإسرائيليين ونعرف أن هناك مشاكل أمنية في غزة هناك أيضا مسألة الوكالات الإنسانية التي ستعمل على توزيع هذه المساعدات الوكالات التابعة للأمم المتحدة طبعا والمنظمات غير الحكومية الدولية الإنسانية الأخرى لأن هذه المساعدات يجدر أن توزع من دون وضع السكان أو المواطنين في غزة في خطر والتأكد أن جيش الدفاع الإسرائيلي لن يطلق النار على من يقوم بتوزيع المساعدات وهذا يعني أن مسائل التنصيق مهمة للغاية بين جيش الدفاع الإسرائيلي ومن يوزع المساعدات الجيش الأمريكي سيد ديروش وفق تصريح كوبر قال بأنه لن تكون هناك قوات أمريكية تنزل هذه المساعدات وتوصلها إلى البر من سيفعل ذلك إذن مع الأخذ بعين الاعتبار أن إسرائيل لديها جملة من الاعتراضات عبرت عنها في وقات سابقة تجاه الأنر وهي أكبر جهة أممية في العمل الإنساني موجودة في القطاع نعم المسألة لا تتعلق بإدخال الطعام إلى غزة بل إيصال الطعام إلى الناس في غزة وإدارة الرئيس بايدن فرضت بعض القيود هي عدم وضع الجنود أو البحار الأمريكيين في ظرف خطر ومن ناحية الفعالية نحتاج إلى تنصيق كلما انتقلت شاحنة من منطقة إلى منطقة أخرى هناك مخاطرة أمنية هناك مشاكل قد تظهر والأخطاء ممكنة ما نراه في الواقع هو قيود سياسية فرضت طوعا على هذه العملية مما قد يؤدي إلى بعض عدم الفعالية ونحن نتكلم أساسا عن عملية لن تكون كافية أما فيما يتعلق بالإسرائيليين هل يوافقون على إن وافقوا على إيصال السفن سفن الشحن إلى غزة لماذا لا يفتح المعابر البرية إلى غزة المعابر التي تأتي من مناطق تسيطر عليها إسرائيل مما يسمح بإدخال المزيد من المساعدات من دون كل هذه العملية الأمريكية المعقدة والمحدودة الفعالية ولكن مجددا هذا هو شيء ما أفضل من لا شيء من دون أن يلبي كل الحاجات هذه نقطة مثيرة الاهتمام سيد غاربر وهي أن الإسرائيليون موجودون في جميع الأحوال في عملية التنسيق في عملية الإشراف على التوزيع والتفتيش إلى غير ذلك ما الذي سيختلف إذا كان التفتيش سيكون في لارنكا أو سيكون في كرم أبو سالم أو سيكون في رفح إذا كانت العملية كلها إسرائيل لا تخفي أنها تضع لها حدود المعينة نعم أتفق تماما مع ما تقولون بدل هذا الرصيف من الأفضل لإدخال المساعدات إن أردنا بحرا عبر مرفأ أشدود مثلا للدخول إلى معابر شمال غزة وإيصال هذه المساعدات عبر هذه الممرات أو المعابر ويمكن أيضا العمل على فتح المعابر البرية إلى غزة إسرائيل توافق على هذه الطريقة ولكن هل أن ذلك سيؤدي بإسرائيل إلى عدم فتح المعابر في الشمال أو كرم شالوم في الجنوب أو حتى معبر رفح لا يمكن لإسرائيل أن تتذرع بهذا الرصيف لكي ترفض فتح بعض الممرات الأخرى كما يطالد به الرئيس بايدن ابقيا معي سيد غاربر وسيد ديروش سنتم هذا النقاش ونواصل فيه بعد أن نستعرض مع المشاهدين إعلان الجيش الأمريكي استكمال إنشاء الرصيف البحري العائم المؤقت قبالة ساحل قطاع غزة سعدادا لبدء نقل المساعدات الإنسانية للسكان كيف بدأت هذه الفكرة ما الآلية التي ستعمل بها ويعمل بها هذا الرصيف الحديث عن الرصيف العائم بدأ بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الفكرة مارس الماضي خلال خطابه عن حالة الاتحاد حيث بنته الولايات المتحدة بتكلفة 320 مليون دولار أمريكي أنشئ الرصيف قبالة ساحل غزة على مدار شهرين بإشراف ألف جنديين أمريكي يعملون ضمن هذا المشروع في البحر وعلى البر وفق ما أعرنت القيادة المركزية الأمريكية سانتكم عن آلية دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر هذا الرصيف البحري العائم ستقوم وزارة الدفاع الأمريكية بتنسيق الخدمات اللوجستية مع إسرائيل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في قبرص لبدء تسيير سفن المساعدات من هناك نحو الرصيف العائم في قطاع غزة شبكة سي أنان نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الرصيف يهدف إلى نقل 150 شاحنة مساعدات يوميا إلى سكان قطاع غزة أو ما يوازيها وبينما تستعد سفينة بريطانية من المساعدات للإبحار من قبرص باتجاه الرصيف العائم قبالة غزة ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن سفينة أمريكية محملة بمساعدات إنسانية غادرت ميناء اللارنكاب متجهة إلى القطاع أعود إلى ضيفي من ميرلان ديفيد ديروش ومن بيلاجيو في إيطاليا لاري جاربر لاستكمال النقاش مرحبا بكم من جديد سيد ديروش هل هناك تصور عن المدة التي يمكن أن يبقى فيها هذا الرصيف للاستخدام لا لا نعرف ذلك أعتقد أن الرصيف سيبقى قيد التشغيل حتى تفتح إسرائيل كل المعابر البرية أعتقد أن المجهود الأمريكي تدفع به رغبة الرئيس بايدن بأن يظهر أنه يتصرف أمام الحاجات الإنسانية في غزة وفي نهاية المطاف علينا أن نتذكر أن كل ما نقوم به هو وسيلة مكلفة جدا لإدخال المساعدات إلى غزة بطريقة معقدة أكثر من المعابر من الأفضل أن تقوم إسرائيل مثلا باستقبال هذه المساعدات على الأراضي الإسرائيلية ثم تقوم بعمليات التدقيق والتفتيش في إسرائيل ثم تدخل هذه العمليات أتمنى بعد أسبوع أسبوعين من استعمال الرصيف أن نفهم أن نمر بعملية معقدة ومكلفة لتوفير فقط جزء صغير من المساعدات في حين أنه من الممكن إدخال هذه المساعدات عبر مرفي أشدود كما قال الزميل بسهولة أكبر ولكن هناك بعض القيود السياسية والعسكرية تمنعوا من تطبيق الحلول الواضحة سيد جاربر هذه القيود هي قيود من حيث الكم بمعنى تقيد كم أو حجم ما يمكن أو ما يجب أن يدخل إلى القطاع أم هي قيود بشكل عام تتعلق بالوضعية ولها مبرراتها الأمنية أعتقد هناك أيضاً حد لعدد السفن التي يمكن أن تدخل المرفأ أو الرصيف الذي أنشئ قرب سواحل غزة أما كم من الوقت سيستمر هذا الرصيف أنا أتفق هنا مع الضيف الآخر أن هذه الوسيلة ليست الأفضل لإدخال المساعدات إلى غزة نعرف أن غزة تحتاج إلى مساعدات كثيرة ليس فقط لبدعة أسابيع حتى لو انتهى الصراع ونأمل أن ينتهي ستكون الحاجات كبيرة لفترات طويلة هذا الرصيف هو وسيلة مكلفة ربما يمكن أن يستعمل في المستقبل ولكن لا يمكن أن يكون هذا الرصيف مبرراً لترفض إسرائيل وكون في المساعدات أساسية لإيجاد حل للوضع الإنساني المأساوي في غزة والتنصيق يجدر أن يستمر بين إسرائيل وكل المؤسسات أو الوكالات التي توزع المساعدات بما فيها الأمم المتحدة والأنروا والمنظمات غير الحكومية الدولية وربما بعض الشركات الخاصة في غزة التي يمكن أن تشارك في هذا المجهود سيد ديروش قبل قليل سألتك عن من سينزل المساعدات من الرصيف إلى البر فكانت إجابتك عن حتى من سيوصلها إلى مستحقها في القطاع أرجع وأسأل من سينزلها ومن سيوصلها إلى مستحقها في القطاع إذا كانت الأنروا ليست أفضل الأطراف من وجهة نظر إسرائيلية والتنسيق هو الذي يحكم العملية كلها عفوا لم أفهم السؤال سألتك من سيدير كل هذه العملية ميدانيا لا جنود أمريكيون سيكونوا موجودين والأمم المتحدة أكبر وأوسع هيئة فيها من ناحية العدد لتوزيع المساعدات في القطاع هي الأنروا ولدى إسرائيل بعض الاعتراض عليها في وقت سابق نعم هي نقطة جيدة أعتقد أن جزء من المشكلة المتعلقة بالتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة هو أنه في الماضي كانت هناك جهات فلسطينية تعنى بالتوزيع وأنا متأكد أن البعض في إسرائيل أو عبر العالم يقولون أن هذه المساعدات وزعت لحماس بدل أن توزع للمدنيين الفلسطينيين هذه هي المشكلة الأساسية أمريكا حاولت تخطي هذه المشكلة عبر اقتراح هذا الرصيف على الإسرائيليين بمعنى أن يكون هناك تفتيش للمساعدات ثم تصل إلى الرصيف ثم تقوم هناك أو تقوم وكلات الأمم المتحدة أو بعض المنظوات الإنسانية الأخرى بتوزيع المساعدات أمريكا تريد أيضاً أن لا تنزل جنود لكي لا تواجه مشاكل أمنية ولا تنخرط في مشاكل توزيع هذه المساعدات بالنظر خاصة إلى الظروف الحالية في غزة قد تصل بعض المساعدات إلى من لا يجدر أن يحصل عليها فعلينا أن نرى كيف ستتم عملية التوزيع هناك حجة في هذا الإطار في إسرائيل حول كيفية توزيع المساعدات ولكن لابد من خفض المآسي الإنسانية في غزة إلى أي درجة هذه المسألة وهي كيفية التوزيع تشكل تحدياً مقارنة مع الجانب الآخر المتعلق بتأمين القوافل والذي قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأنه حتى الآن لا يبدو كافياً سيد جاربر نعم هو تحدي من دون شك وتحدي كبير توزيع المساعدات في منطقة نزاع وتجنب وقوع هذه المساعدات في يد فريق محدد السبل التقنية لنقل المساعدات من أمريكا إلى إسرائيل إلى المنظمات الإنسانية هو الخطة ولكن توفير الأمن لعمليات تسليم المساعدات بعد أن تغادر الرصيف تشكل تحدي كبير لذلك لابد من أن تكون هناك هيكليات للحوكمة والأمن في غزة هي غير حماس ويمكن للمجتمع الدولي أن يعتمد عليها علينا أن لا ننسى أن هذه المسألة الأساسية الأمن داخل غزة لضمان توزيع المساعدات بشكل آمن وأن تكون هناك عوضة إلى الحالة الطبيعية من بيلاجيو في إيطاليا لاري جاربر ومن ميرلان ديفيد ديروش شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر